وناس كتير بتسأل ليه النادي الأقلي حتى هذه اللحظة لم يجدد عقد موسماني كلام بأن الشهور بنتكلم على تجديد قريب لموسماني مع النادي الأقلي وحتى هذه اللحظة ما حصلش التجديد كنت اتكلمت مع حرككم عن هذا الأمر الأسبوع الماضي لما قلت لكم أن الكابتن محمود الخطيب غاضب من بيتسو موسماني غاضب من بيتسو موسماني ليه؟ من سبب تصريحاته المتكررة في الأعلام تصريحات تخص تعاقده تصريحات تخص مفاوضات ما عندها أخرى خالجية مثلا تصريحات تخص كهرباء والموضوع الشهير اللي هو قال أنه مليش دعوا بإعارض كهرباء وأن النادي الأقلي هو لا تحمل هذا الأمر كل الأمور دي أغضبت الكابتن محمود الخطيب أغضبته من حيث المبدأ مش التصريحات نفسها مبدئيا يعني هو من حيث المبدأ هو متضايق أن المدير الفني يطلع يقول تصريحات بتحصل في فرق وده الأهلي مش متعود عليه ولكن هل ده ممكن يمنع تجديد مسلماني مع النادي الأقلي؟ ممكن يبقى جزء إيدي بس مش شرط يكون هو الجزء اللي هيمنع تجديد التعاقد التجديد التعاقد ممكن يكون مؤجل ممكن يبقى مؤجل كمان بعد كاس العالم للأندي ترجمة نانسي قنقر